بعد نحو إسبوع من جريمة استهداف قوات الجيش في عدن لا تزال تتصاعد ردود الفعل المطالبة بضرورة رحيل القوات الإماراتية من البلاد هنا في ماليزيا وتحديدا في مبنى السفارة اليمنية بالعاصمة كوالا لنبور نفذ ناشطون يمنيون وكفة احتجاجية رافضة للوجود الإماراتي في اليمن مطالبين الحكومة بضرورة طرد أبو ظبي من التحالف الذي تقوده السعودية الوقفات الاحتجاجية للجاليات اليمنية ضد الوجود الإماراتي أمتدت لتصل إلى باكستان حيث عبر المحتجون عن رفضهم لما اسموه إرهاب وانتهاكات الإمارات في اليمن متهمين أبو ظبي بتقويض وجود الدولة في المناطق المحررة وإعاقة تقدم الجيش في الجبهات الأخرى لا إرهاب سعدنيا الحضور القوي للجاليات اليمنية في الخارج عبر عنه اليمنيون في أمريكا أيضا وتحديدا في ولاية ماتشيغن حيث نددت الوقفة الاحتجاجية بمساعي الإمارات لتقسيم اليمن مطالبين الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي والتحالفة بضرورة وقف انتهاكات الإمارات بحق اليمنيين أما في ألمانيا فقد رفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات تطالب بقطع العلاقة بين اليمن والإمارات داعيا إلى محاكمة كافة المسؤولين الإماراتيين الذين يقفون وراء كل الجرائم التي لحكت بالمواطنين اليمنيين ومع ازدياد انتهاكات الإمارات في البلاد زادت حدة التنديد الشعبي داخليا وخارجيا بجرائمهم الأمر الذي دفع معظم اليمنيين إلى مطالبة الحكومة بضرورة طردها من التحالف وتحميلها مع السعودية مسؤولية كل الانتهاكات والجرائم التي تقف خلفها